المسيح ابن الإنسان المسيح ابن الله قال له حاشاك يا رب لما المسيح يتكلم عن الصلب تمام تمام اسمح لي أكمل كلام الأولى المسيح من ذلك الوقت في متى 16 بعد الإعلان باعتباره ابن الله وهو ابن الإنسان من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذي أنه ينبغي أن يذهب إلى أوروشاليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ومن هنا نتعلم أن غارض مجيء المسيح إلى الأرض في ثوب الإنسانية لكي يموت لكي يذوق بنعمة الله الموت السيسنزار ده معناه أن المسيح محبش يهرب من المسؤولي والمسيح محبش يهرب من الموت والمسيح مش زي ما بيدعي البعض أن تم إعفاؤه من الموت وصل ببديل عنه إطلاقا هو بذاته قال أنه سوف يذهب إلى الصليب وتنبأ كثيرا وقال كده ويتألم كثيرا من الشيوخ والرسائل الكهنة والكتبة ويقتل لكن حدد كمان القيامة وفي اليوم الثالث يقوم فالمسيح ابن الإنسان غارض مجيء إرسلياته لكي يخلص الإنسان بموته على الصليب في نسوته المسيح أتى لكي يعلن توضعه فعاش فقيرا لكي يكون فيما بعد رئيس الكهنة الذي يرثي لمن يكتاز هذا الدر المسيح كابن الإنسان كان متاحا للعشرين والخطى فكان جميع العشرين والخطى يدنون منه ليسمعوا المسيح كابن الإنسان كان مجهولا بالنسبة للكثيرين فكثيرون قال عنه إلية أو إرمية أو واحد من الأنبياء إلا بطرس أخذ إعلانا أنه هو ابن الله الضار في الجسد المسيح أيضا تألم من الناس وروفد من الناس وأنبأ بذهابه إلى الصليب وموته كل هذا باعتباره ابن الإنسان